بسم الله الرحمن الرحيم دعاء نزل به الملك من السماء ليعلم أحد الصحابة الكرام الحقيقة هذا الدعاء أيها الأحبة مهم جدا كل واحد منا يجب أن يحفظه لأنه يريح القلب ولأن فيه معاني كثيرة تشمل كل شيء فإذا ضاقت بك الدنيا أدعو بهذا الدعاء إذا أحسست بالضجر والحزن والأسى أدعو بهذا الدعاء وبخاصة في الصلاة اللهم لك الحمد كله أحفظوا معي رجاء هذه الكلمات كلمات رائعة جدا والنبي أكد أنها نزلت من السماء اللهم لك الحمد كله رقم واحد ولك الملك كله الحمد والملك إذن الحمد شيء غير مادة معنوي بينما الملك معنوي شيء مادة ملموس السماوات الأرض الكواكب الطبيعة الجبال البحار الذهب البشر كلهم ملك لله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله تمام حفظتم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله طبعا أنا أؤكد وأكرر أحبتي في الله لأنه لا فائدة من مجرد أن تستمع إلى كلام ثم تغلق الفيديو وتنتقل إلى مقطع آخر لا يجب أن تحفظ لا تغادر هذا المقطع إلا أن تكون حافظا لهذا الدعاء المهم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله إذن أولا اللهم لك ماذا الحمد وكيف نتذكر هذا الدعاء عندما نتذكر أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الحمد لله رب العالمين سيدنا آدم أول كلمة نطق بها عندما نفخ الله فيه الروح فعطس قال الحمد لله رب العالمين فإذن من أهم الأدعية والعبارات التي تقولها التي تقولها هي الحمد لله رب العالمين إذن اللهم لك الحمد كله إذن يا رب كل الحمد لك كما تحب وكما ترضى وكما تريد لك الحمد كله ولك الملك كله واعتراف هذا منك أن فلان الذي مثلاً أظن أن رزقي بيده لا هو ملك لله أيضاً فلان آخر الذي يظن أنه يؤذيني لا هذا ملك لله فلان الذي أنا أخاف منه وأظن أن حياتي بيده لا هو ملك لله أيضاً لك الملك كله يجب أن تعتقد في داخلك بهذا الكلام لك الملك كله كل الملك كل شيء كل ذرة في الكون هي ملك لله هو الذي خلقها فكيف لا يملكها سبحانه وتعالى بيدك الخير كله نحن من منا لا يحب الخير من منا لا يحب المال من منا لا يحب أن يرفه نفسه يا رب بما أن الملك كله بيدك فالنتيجة المنطقية أن الخير بيدك أيضاً بيدك الخير كله أنا لماذا أتعب لماذا أطلب من فلان وفلان وفلان والخير كله بيد واحد سبحانه وتعالى هو الله يعني إله عظيم يملك كل شيء أتركه وألجأ إلى هؤلاء العباد الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشرة لا يملك أي شيء الإنسان صدقوني أيها الحب أنا يدي هذه تتحرك بأمر الله لولا أن الله أعطاني هذه الروح وأعطاني القدر على تحريك يدي لا أستطيع أن أحركها لولا أن الله أعطاني القدر على الكلام لا أستطيع أن أتكلم فكل شيء بيد الله بيدك الخير كله لذلك الرزق عند الله لا تظن الرزق يأتي بالعمل ولا بالكفاح ولا بالسهر ولا بالتعب ولا تظن أن الرزق يأتي بالأسباب الدنيوية لا أخي الحبيب الرزق بيد الله ولكن الله وضع له قوانين أحد هذه القوانين أنك إذا عملت يرزقك الله ولكن هناك قانون آخر هذا قانون دنيوي القانون الإلهي يقول لك أن التقوى هي مصدر الرزق يبدو هذا الكلام غير منطقي اليوم في عصر العلم والتكنولوجيا في علم الاقتصاد إذا تكلمت بهذا الكلام يبدو غير منطقي ولكن إذا كنت تؤمن بالقرآن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان أحد أنبيائه فابتغوا عند الله الرزق عند الله الرزق قل من يرزقكم من السماوات والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسد من الذي يرزق؟ من الذي قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ من الذي قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ ولكن الله هو الذي يسبب الأسباب هو خالق الأسباب فأنت صحيح أنت ترى في الدنيا أسباب ظاهرية أنك تذهب وتتكلم وتسعى وتدرس وتعمل وتجد وكذا وتحصل على الرزق ولكن بالنتيجة من الذي يحرك هذه الأسباب؟ هو الله فإذن ريح دماغك والتجأ إلى الله وتعامل مع الله مباشرة لماذا تتعامل مع البشر؟ والمجال مفتوح أخي الحبيبي يعني نحن كلنا يتمنى أن يتعامل مع الكبير إذا كنت في عمل تتمنى أن تصل إلى مثلا الصاحب العمل أو الوزير أو الرئيس أو الملك أو الأمير أو أعلى منصب تتمنى أن تصل له وتتعامل معه مباشرة طيب الله فتح لك المجال بل يطلب منك أن تتعامل معه مباشرة يقول لك دعك من هؤلاء إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هؤلاء الذين تدعونهم وتظن أن رزق عندهم فبتغوا عند الله الرزق تعامل مباشرة مع الملك سبحانه وتعالى وانظر كيف سيكرمك هذا الملك وهذا الكلام أنا أقوله عن تجربة أخي الحبيبي أنا لا أتكلم كلام أنا أتكلم كلام عملي لأن الكون كله بيد واحد أحد سبحانه وتعالى هو المتحكم هو عالم الغيب هو الذي يهيئ الأسباب لذلك إذا كان الخير ما هو الخير الخير يشمل المال الرزق الطعام الخير يشمل الظروف الحسنة التي تصيبني أو السيئة طبعا هذا ليس خيرا إذا أصابني شر يشمل الصحة الجيدة يشمل الإطمئنان والأمان يشمل السعادة السعادة هي جزء من الخير يعني انظر هنا هنا دعاء هذا الدعاء فعلا نزل من السماء عميق جدا بيدك الخير كله كل شيء تتصوره من أنواع الخير بيد واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى وكل الذين تراهم في الدنيا هؤلاء عبارة عن أسباب مسخرة فقط فإذا كان الملك بيد الله وإذا كان الحمد لا ينبغي إلا أن يكون لله عز وجل وإذا كان الخير كله بيد الله فالمنطق يفرض علينا أن نعتقد أن كل شيء سيرجع إلى الله وإليك يرجع الأمر كله هذا رقم أربعة إذن رقم واحد حفظ معي أخي الحبيب أنا أحب أن تحفظ لا تترك هذا المقطع إلا وأن تحافظ لهذا الدعاء اللهم لك قلنا أولا تذكر الحمد لله رب العالمين الحمد كلهم ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أربعة الآن هذه الأربعة كلها بيد الله وإليه يرجع الأمر وإليك يرجع الأمر كلهم طيب أنا ما دمت اعتقدت أنني سأعود إلى الله إذن لماذا أحمل هم الدنيا لماذا أحمل هم فلان أو فلان أو أخشى فلان أو أخاف من فلان أو أخاف من الرزق أو أخاف مما سيأتي غدا أنا سأعود إلى الله في أي لحظة وسأقف بين يدي الله وسأكون في حماية الله إذن لماذا أخاف من هؤلاء إذن هذا الدعاء أيضا يقضي على الخوف إذن وإليك يرجع الأمر كلهم طيب هناك أشياء لا نعلمها هناك نوع من الحمد لا نعلمه هناك ملائكة تحمد الله مليارات مرات لا نرها هناك كائنات تسبح طيور وكائنات صغيرة تحمد الله وتسبحهم إذن أشياء نحن نراها في العلن وأشياء لا نراها في السر لذلك قال لذلك هذا الدعاء يقول اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته هنا شملت ما تعلم وما لا تعلم سره الشيء الذي لا أعلمه هل تعلم كم مخلوق يحمد الله كم ملك يسبح الله سره وعلانيته العلانية يعني العلن المعلوم يعني الذي ظهر للعلن وكل الناس يعني معلن شيء معلن معروف يعني واضح سره يعني شيء خفي لا نرى لا نعرفه لا نتوقع حدوثه لم نسمع به فإذن اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله خامسا ماذا سره وعلانيته خمسة ستة فأهل أن تحمد فأهل أن تحمد فعلا الله سبحانه وتعالى إذا كان الله الذي خلق كل شيء ويسير كل شيء وهو القوي العزيز إذا لم يكن أهلا من من هو الأهل أن يحمد إذن يا رب أنت الذي تستحق الحمد وتستحق أن أتوجه إليك وأن أثق بك وتستحق يا رب أن يعني أنت قادر أن تجيبني قادر أن تسمع دعائي أنت تعلم ما يعني حالي أكثر مني فعلمك بحالي يغني عن سؤالي لذلك إنك على كل شيء قدير رقم سبعة فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير ختمت هذا المقطع أو هذا الدعاء بمقطع رائع جدا عندما تعتقد أن الله على كل شيء قدير هذا حل كل مشاكلك كيف معظمنا الآن يعاني من مشاكل نفسية وغضب وعدم صبر أو اكتئاب أو قلق أو خوف أو حزن عميق ما هو السبب عدم الثقة بالله عز وجل أنت عندما تثق أن الله على كل شيء قدير لن تخشى شيئا لا تخشى لا تخشى الفقر ولا تخشى فلان ولا فلان ولا تلجأ إلى فلان أصلا أنت مع الله أنت كما قال سيدنا موسى كلا انظر إلى الثقة أخي الحبيب هؤلاء لماذا استحقوا درجة الأنبياء كان لديهم الثقة مستوى عالي من الثقة بالله عز وجل فرعون مدجج بالجنود والسلاح والعتاد والعنف الذي كان يمارسه فرعون الخوف الذي كان يثيره في قلوب الناس عندما قال أنا ربكم الأعلى عندما كان يذبح الأطفال ينتزع الطفل من صدر أمه ويذبحه أمامها ولا يبالي كل هذا العنف كان وراء سيدنا موسى وفرعون في هذه المرة نوى أن يقتل موسى ويقتل كل الذين معه ويقف سيدنا موسى في مواجهة البحر وهنا أصحاب موسى ماذا قالوا فقدوا الأمل من الله للأسف قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني سوف يدركنا انتهى ولكن انظر ضمن هؤلاء الآلاف الذين كانوا مع سيدنا موسى ضمن هؤلاء الآلاف الذين فقدوا الأمل من الله ودب فيهم اليأس يبرز ويظهر ويتجلى كلام سيدنا موسى تتجلى تتجلى الثقة بالله في أبهى صورها كلا رفض كلامهم كلا هنا لها بعد عميق أيها الأحبة كلا يعني ما تعتقدونه غير صحيح ما تظنونه بالله غير صحيح الله الله لن يتخلى عني لأنني واثق به كلا إن معي ربي سيهدين سبحانه الله من يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام اليوم أيها الأحبة بالله عليكم من لديه القدرة إذا وقف في موقف كهذا ينطق بهذا المنطق اليوم أنت إذا تعسر رزقك يوم تيأس وتقول يا رب ماذا فعلت لماذا رزقت فنان لم ترزقني لماذا وتشكو إذن لماذا قال هذا الكلام سيدنا موسى لأنه يعلم أن معه إلها قويا قادرا على كل شيء لا يخلف الله المعاد وعده بالنصر الله أرسله إلى فرعون قال له ولسيدنا هارون إني معكما أسمع وأرى فلذلك وثق بكلام الله اليوم أحدنا يقرأ القرآن كاملا ثم يخرج إذا أصابه قليل من الضر يأس الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى كلمة واحدة قال إني معكما أسمع وأرى فقط كلمة بقيت في ذهن سيدنا موسى حتى تعرض لهذا الموقف ماذا قال قال كلا إن معي ربي ما الله قال له إن ني معكما أسمع وأرى فبعد سنوات عندما تعرض لهذا الموقف الصعب حافظ على ثقته بالله هل أنت تثق بالله هل إذا تعرضت لضائقة شديدة جدا تحافظ على الثقة بالله تحافظ على ثقتك بهذا الإله الذي وعدك بالرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إذن هذه الثقة جاء بها سيدنا موسى من كلام الله عز وجل وبالتالي هذا الدعاء عندما ختم بهذه العبارة إنك على كل شيء قدير إذن هنا أنا كإنسان استمعت لهذا الدعاء وحفظته واقتنعت به سلمت تسليما كاملا أن الله قادر على كل شيء والله لو كان عندي هموم كأمثال الجبال هذا الدعاء إذا وثقت به ستتبخر وتتحول إلى سرب لن يبقى هناك أي هم سيكون عندك هم واحد هو إرضاء الله سبحانه وتعالى وهذا شعور رائع جدا أيها الأحبة لا يشعر به إلا من يعيشه أن أن يكون همك هو الله عندما تنام يكون همك لقاء الله عندما تستيقظ يكون همك إرضاء الله سبحانه وتعالى عندما تتعامل مع الناس فتصبر ابتغاء وجه الله والذين صبروا بابتغاء وجه ربهم عندما يسيء لك أحد تعفو عنه ابتغاء وجه الله فمن عفى وأصلح فأجره عن الله عندما يؤذيك إنسان وتصبر وتعفو تتذكر أن هذا الأذى هو لله وأوذوا في سبيله تتذكر كيف أن هناك أنبياء أوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وهم قدوة لنا لذلك أخي الحبيب سأعيد هذا الدعاء أرجو أن تحفظه سبع أقسام هو سبعة أجزاء اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله تذكر معي لكي تتذكر الدعاء تذكر أول آية بعد البسملة في القرآن الفاتحة بما نستفتح الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فتذكر أن هذا الدعاء يبدأ بالحمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله تذكر ماد ومعنوي الماد هو الملك والمعنوي هو الحمد بيدك الخير كله تذكر الرزق وتذكر الخير الذي يأتيك من الله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته أهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق